كانت سبب في انتحار ابنها وخليته يتخلص من حياته بشكل مريب يمكن مش هتصدقه حتى هو تخلص من حياته ازاي بسبب فضحتها في قضية شهيرة عيشها حياة مأساوية حتى الان المرض بينهش في لحمها بطريقة غير طبيعية يمكن ناس تتعاطف وناس تقول تستاهل بس في الاول وفي الاخر كلنا بشر وكلنا خطأون ربنا يلهمها الرحمة لانها بجد بتتعذب حتى هذه الدقيقة الفنانة اجلال زكي واحدة من مقاسي السينما المصرية هعرفكم تفاصيل لاول مرة هتسمعوها ارجوكم ادعو لها ربنا يعني حط السكينة والرحمة في قلبها لانها بجد عيشة زي الميتة هقول لكم اخر تفاصيل حياتها ويا ترى هي بتعمل ايه دلوقتي ما بقيتش لا يتاكل ولا تشرب مين بيصرف عليها ومتكفل بالمصاريف بتاعتها حاليا حد من الفنانين ومين الفنان الكبير اللي قرر انه تبرع ليها بتمن العملية بعد ما الناس كلها تخلت عنها بعد القضية الشهيرة بتاعتها الفنانة دي موقفها مع ابنها غير مصار حياتها القضية اللي يعني دخلت فيها وتحكم عليها باستجن فيها هي السبب لو شفتها دلوقتي هتصعب عليك لانها عايشة على الاعانات ومفيش حد قاعد معاها وفي نفس الوقت مفيش فلوس ولا اي حاجة مجموعة من الفنانين بيصرفوا عليها بسبب الامراض اللي عندها هي خلصت تصنص اداب سنة 73 هي مولية 8 اغسطس عام 1951 نزل اعلان في مرة من المرات انهم محتاجين مزيعات وهي كانت وقورة جدا كده وتقيلة خالص ويتشوفها تحس انها بنت ناس لما شفوها طبعا قالوا تمام احنا موافقين وخصوصا خصوصا انها تتقن جدا جدا اللغة الانجليزية والفرنسية اول ما نزل الاعلان قالت دي مكاني المكان ده هو اللي انا هشتغل فيه وقدمت وزي ما قلنا نجحت بعد كده دخلت وشاركت في برنامج يعني بتاع اطفال مع ماما سميحة وبدأت بعدها تقدم برامج كمزيعة هي تعرفت في الفترة دي والدها بالمناسبة هو طيار مدني في شركة مصر للطيران في يوم من الايام المخرج فخر الدين طبعا شافها وقال لها ايه المشكلة انك تمثلي معايا فيلم المخرج ده لو ما تعرفوهوش هو نفسه اللي اكتشف اسامة انور عكاشا وقال لها اشتغلي معانا في التمثيل جنب شغلي كمزيعة هي قالت مفيش مشكلة واشتغلت بالفعل في مسلسل اسمه البستاجي مع عبدالله محمود وجمال اسماعيل والموضوع عجبها كان نفسها تشتغل مضيف الطيران كان كل امنياتها انها تشتغل بالشغلة دي لكن التمثيل اخدها والفن اخدها وخلاص ما بقتش بتفكر في الامر ده المخرجين بدأوا يشغلوها ويجبوها زي مسلسل طيور الصيف عملت على مسيرتها 30 فيلم وانتهى طبعا الحب واربعة اثنين اربعة واشياء ضد القانون في سنة 78 والمصرحية الاشهر في تاريخها مع الفنان فؤاد المهندس قدمت مصرحية سكة على بناتك طبعا الجملة بتاعتها الشهيرة بلاها سوسو خد نادية الجملة دي طبعا كانت مشهورة بيها ولكن الفنانة سناء يونس هي غطت عليها في الفترة دي هي تجوزت تلات جوازات والتلاتة يعتبر شغالين في مجال الفن الاول فيهم هي اتجوزت الفنان محمد خيري طبعا ده صورته اللي امام حضراتكم والد الفنان شريف خيري موجود دلوقتي وبيمثل حتى ان في موضوع ان الفنان ده حاول الانتحار هو كمان بسببها وبسبب قضيتها الشهيرة تاني واحد هي اتجوزت وطبعا اتجوزت المخرج يونس شرف الدين وعمل مسلسلات كتير زي المزيفون ويبقى الحب وغيرهم زي نور الصباح تالت واحد اتجوزت الكاتب نادر ابو الفتوح وهو كاتب اغاني واستعراضات لكن كل اللي قلناه ده عادي وصادر مشكلة اللي هتعرفوها دلوقتي وتسمعوها مشكلتها الكبيرة ان في يوم من الايام نزل منشط كبير في احد الصحف والصحف كلها بدأت تتكلم وتقول تم القبضة على الفنانة اجلال زكي في احد شؤق الدعارة لتسهيل الدعارة بمقابل ماتي في الفترة دي الموضوع كان صعب قوي على حسب مذكر في الجرائط انها كانت قاعدة في الشقة دي وهي اللي بتدير الاعمال المنافية للادات وتم الابلاغ وراحوا لقوها هناك فعلا وقالوا انها كانت بتستقطب الوجوه الجديدة يعني تسيبهم للأسرياء والشغل اللي حضراتكم فاهمينه ده فبصراحة كانت الموضوع ده مؤلم جدا هي اتحبست 8 سنين يعني هي فعلا اتحبست في الفترة دي 8 سنين المشكلة الكبيرة ان ابنها ابنها كان في كلية الهندسة وحس بفضيحة امه جدا جدا هو كان عايش مع جدته والدة امه لانها طبعا بسبب شغلها كانت دايما بتسيبه فكان قاعد مع جدته ما فيش مشكلة لكن لما سمع الموضوع ده جات له حالة انهيار وجات له صدمة عصبية ما كانش بيتكلم ولا بياكل ولا بيشرب رفض الحياة كره الحياة تماما حتى انه بقى ساكت وكل اللي يكلمه ما كانش بيرد في يوم من الايام هو في الحمام اتأخر شوية فضلت جدته تخبط عليه ما ردش لحد ما بلغت الجيران يجي يقصروا الباب ولما قصروا الباب لقوه للأسف موضوعي يبكي موضوع مؤثر جدا لقيه مرمي على الارض وانه هو انطحر وشنق نفسه بنفسه وكتب رسالة وقال انا لا استطيع الحياة وامي عاهرة من العاهرات حيث اكتشفت ان امي عاهرة لا استطيع العيش مرة اخرى اطلاقا دي كانت رسالته المكتوبة بعد كده قالت انها طلعت من السجن وانها اخدت براءة ما عرفش ااخد براءة بعد ما قضت مدة التمنت سنين ما حدش اتكلم في موضوع براءتها الا هي نفسها عايش حياة صعبة جدا جدا مفيش حد بيصرف عليها من فترة بالتحديد جالها ازمة قلبية وعملت عملية تغيير شرايين وتتخيلوا ان الوحيد اللي تكفل بكل مصاريف العملية هو الفنان الراحل سمير صبري هو من تكفل بمصاريف العملية بتاعتها لان محدش بقى يشغلها وفي مجموعة من الفنانين عاملين ليها راتب شاهري ولكن كله تخلى عنها معادة الفنانة بوسي الفنانة بوسي حتى هذه اللحظة بتصرف عليها وبتشوف طلباتها لو هي محتاجة اي حاجة بلاش الناس تشنقها بالكلام كلنا خطائين وربنا غفور رحيم كفاية المأساة والحزن اللي هي عيشها بسبب وفاة ابنها خصوصا بعد الرسالة المكتوبة اللي هو قال فيها ان كل اللي حصل في حياتي هو سبب امي ربنا يضيها الصحة ويغفر لها ويرحمها الله اعلم ممكن تعمل عمل واحد خير في حياتها يغفر لها زنوب كتير لو عايزين قصص تانية عن فنانين عن اي مواضيع قولونا في التعليقات واستنوا منا مواضيع كتيرة واسرار وخبايا اكتر واكتر شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله